خلوني ابدأ النهاردة الحلقة بخبر خبر ومهم جدا الحمد لله على السلامة كابتن خطيب يعني دايما كلنا نعارف كل جمهور الناد الاهلي بيحب هذا النجم الكبير وهذا الاسطورة العظيمة اللي هي كابتن محمود الخطيب انا بس انا واحد من الناس اللي بقى لي فترة طويلة جدا مش عارفة تواصل مع الكابتن يمكن من خلال الواتساب والحاجة بنتطمن عنه ومش عايزين نثقل عليه خلال الفترة السابقة فالنهاردة لما شفناه موجود وموجود في مدينة ناصر وقاعد مع كابتن وليد سليمان ومع كابتن حسام غالي ومع الصورة اللي أمام حضراتكم وكابتن بدر رجب وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح كابتن محسن صالح طبعا رئيس لجنة تخطيب وكابتن زكريا ناصف عضو لجنة تخطيب كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة كابتن بدر رجب المدينة الفني لقطاع الناشئين وكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الحقيقة الواحد اتبسط أنا شخصيا اتبسط كنت بسمع كابتن أسامة حسني من شوية وكان بيحكي لحضراتكم تفاصيل الحاجة أو الموضوع اللي حوالين رقبت الكابتن محمود الخطيب وان شاء الله اهلا حضراتكم هو ليه الدكتور خلق كابتن محمود يبقى حاطة الحاجة اللي حاطتها دي حوالين رقبته علشان بس ان شاء الله ان شاء الله نتطمن عليه ونتطمن عليه بسرعة جدا جدا ان شاء الله كابتن محمود يكون متواجد بكرة في النادي اعتقد بكرة في اجتماع مجلس إدارة سوف يتم الاعلان عنه في وقتها ولكن كلنا انبسطنا كأهلوية بعيدا بقى عن رئيس النادي وبعيدا عن الاجتماعات وبعيدا عن كل هذه الأمور كلنا انبسطنا بوجود هذا النجم الكبير الحقيقة والأسطورة الكبيرة كابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الحمد لله على سلامتك يا كابتن خطيب كنا مفتقدينك ومفتقدين قعدتك في وسطنا وفي وسط يعني كل اجتماعات الحقيقة اللي موجودة كان بيقوم بهذا الدور الحقيقة خلال الفترة السابقة للوزير العمري فاروق الحقيقة نائب رئيس النادي الاهلي اللي كان قاين بهذا الدور مع الأستاذ خالد مرتجي عمين السندوق وكل أعضاء المجلس يعني أنا مش عايز أنسى حد ولكن كلهم الحقيقة كانوا بقايمين بدورهم ولكن وجود كابتن محمود الخطيب كبير البيت وكبير العائلة أعتقد بيبقى له وقع خاص في نفوس كل الأهلوية فحمد الله على سلامتك يا كابتن خطيب سعداء جدا 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 بوجود كابتن محمود ورجعت البيتك ورجعت الجمهورك ورجعت المحبيك لمحبيك ورجعت الكل حاجة حلوة مستنياك وكل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر هذه الصورة حمد الله على سلامتك وإن شاء الله دايما تفضل في وسط أخواتك وولادك وكل الناس اللي بتحبك كابتن محمود الخطيب في تفاصيل اجتماعه مع قيادات قطاع الناشئين وطبعا كابتن محمود هو المشرف العام على كرة القدم عقد ظهر اليوم الثلاثاء بفرعة النادي الأهلي بمدينة نصر اجتماعا مع كل من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين كابتن بدر رجب مدير فني القطاع وذلك في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط رئيسها كابتن محسن وعضوها عضو كابتن زكريا ناصف وشهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية ومتابعة خطة العمل القادمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب اطمئن كابتن محمود على فرق الناشئين بالكامل الحياة ومشاركتها في المسابقات المختلفة فضلا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول وجاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض مقرات النادي المختلفة وقبل البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به وفقا لتوصية الأطباء وحاجاته للراحة فطرة طويلة بعيدا عن أي طغوط أخرى وزي ما قلت لحضراتكم سعداء جدا بوجود كابتن محمود ودايما لما كابتن خطيب بيجي بنلاقي سبحان الله بتجد وريني الصورة لما بنشوف الصورة دي والله يا بجد يمكن قلناها كذا مرة يمكن الصورة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي دي يمكن قلناها كتير جدا الموضوع ده قبل كده ومشان الواحدي كثير من محبي نادي الأهلي بصوا طبعا على صورة الكابتن خطيب وكابتن محسن وكل حاجة ولكن في نفس الوقت بصوا صورة الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق اللي موجوده وراء يمكن أكون علاقة على الموضوع ده مرة واثنين وحعلق عليها كل ما شوفها لأنه اللي في الخلفية ده واحد من الأساطير والعظماء في تاريخ النادي الأهلي كرئيس وكنائب وكل حاجة الحقيقة كابتن حسن الصورة دي تحديدا ما تشوفهاش غير في النادي الأهلي الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي في مجلس أو في غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي في مدينة ناصر وقاعد اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي في الجزيرة اسمها قاعدة الكابتن صالح سليم هي صورة بالمناسبة ولكن هي بتلخص جزء من مبادئ النادي الأهلي الدي النادي الأهلي بيحترم رموزه وبيقدرهم سواء اللي موجودين وسطنا أو اللي رحلوا وسابوا تاريخ كبير وعظيم وراهم سواء كانوا في المنصب أو خارج المنصب ولكن في النهاية زي ما حضراتكم شايفين كده حب النادي الأهلي هو اللي بيجمعهم هو بيجمعنا كلنا الحقيقة فكل ما هشوف الصورة دي هعلق عليها وأقول ده جزء بسيط جزء بسيط جدا من تاريخ النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي واسلوب النادي الأهلي في التعامل وتكريم النادي الأهلي لرموزه فحمد الله على سلامتك يا كابت خطيب كنا لازم نعلق على هذه الصورة